بعد إذنك ممكن أندي محمد بتقول بعد إذنك ممكن تقولي لي أفعال تعجل بالزواج الصالح وبالزوج الصالح يريد تقولي لي دعاء ربنا يستجيبه ويعجل ليه بالزوج الصالح وبالصفات اللي بتمنىها ونفسي تعملي حلقة قريباً عن كده احنا عملنا أربع حلقات على موضوع الزواج وطلب الزواج وكمان عاوز أعرف حاجة هل كل واحد مقدر لي هيتجوز مين مقدر له هيتجوز مين ربنا هيجمعهم رغماً عنهم ولا ممكن حد يضيع نصيبه لا ما فيش حد يضيع نصيبه حتى لو كده فهو نصيبه ربنا عارف ولكن بسابق علم الله عز وجل في العبد بسابق علمه عارف هو هيختار إيه طيب إحنا علشان ناخد الحاجة الصالحة وكده ناخد في البداية إزاي أقول أعمال أو أدعية إن أنا يجي لي زوج صالح دعاء سيدنا موسى يا جماعة إيه دعاء سيدنا موسى ودائماً بوصي به البنات والشباب ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير إيه بقى فجاءته إحدهما كمان لا دا تمشي على استحياء العايز الجوز يقول دايماً ويدعو يخليه دعاء لازم دايماً لكل العزاب دايماً يدعو بالدعاء دا ويبقى ملازم صلواتك وملازم أسكار اليوم والليلة معاكوا دايماً الدعاء دا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحدهم وإنتي برضه هتقولي مش هتجيك إحدهم هتجيلك أحدهم إن شاء الله دا دعاء أعمل إيه من الأعمال خلق لكم من أنفسكم أزواجة من أنفسكم دي بتجذبي؟ يا ستهانم قوليلي يبقى أعرف إن هو فيه بخل يبقى أعرف عندك يبقى عندك كده من أنفس زيكم ممكن تكون بدرجات متفاوتة عندك كتير عنده قليل كده فأنا أعمل إيه؟ إصلاح حالك إصلاح حالك وإصلاح حالك مع ربنا في العبادات وفي العقائد وفي الطاعات عشان أتصفي بصفات وأخلاق جيدة علشان اللي يجيلك يجيلك بالأخلاق الجيدة دي أعمل إيه كمان؟ إن العب دا لا يحرم من الرزقة والزواج رزق بذنب يصيب فالذنب يمنع جدا طبعا الزواج رزق من الله سبحانه وتعالى ولكنه مش غاية الأمال هو طبعا فطرة ونص الدين وكل الحاجات الجميلة دي وصنة وصنة مؤكدة وقلنا من الفطرة كل الحاجات دي بس هو مش الغاية الكبرى هو هدف وسيلة هو وسيلة هدف تقتيك كزا ما قلنا قصير المدى وسيلة بخدها لردى ربنا سبحانه وتعالى جه أديني بردى ربنا فيه مجاج أديني بردى ربنا بالأساليب التاني اللي ده من ضمن الوسائل اللي بتوصلني اخطوب كتيرا كده 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 طلع توصلني فوق فين للردى ربنا سبحانه وتعالى طيب إن العبد اللي يحرم بالرزقة بذنب أن يصيبه وبأتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى واستغفر وقل له يا رب أعبر عن حاجتي لله سبحانه وتعالى قل له يا رب أنا لي حاجة في الزجو الصال مواصفات والله يا بنتي أنا ملتزي من كم سنة قولي مثلا مش عارفة من سنة كم صراحة لكن أربعة وتسعين أربعة وتسعين شوفي من أربعة وتسعين لحد سنتنا هذه معهد في جلسة من جلسات البنات وأنا كنت في جلسة دي وأنا كنت لسه بنت وقعدنا قعدة وتمنينا على الله سبحانه وتعالى كل بنت من الموجودات تمنت حد لدرجة هقول لكم كل صد حق ودلوقتي تمنت عريسه بمواصفات معينة لدرجة تسريحة الشعر قلت لك لأ ما تقول لك لأ أنا عايزة شعره من الرجع اللي وراء إيه بس إيه نايم شوي جال هذا لو واحدة تقول لك لأ عايزة أبو عين عسلية ومناخيره ما عرفش عاملة زي كيصرية جه بنفسه والله وهم بيشاهدوني وأحياء لحد دلوقتي ما عادة واحدة منهم يعني توفىها الله بيشاهدوني وعارفيني إن كلامي ده صح وما فيه لسه أخرهم في رمضان كنا عاديين في رمضان طالعين من صلاة التهجد وعاديين مسترنيين الفجر وأعدنا بقى نقول إحنا والبنات ما في واحدة تمنت واحد بمواصفات معينة بصدق وبقلبها وضعت الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى رزقها إياه بنفس الأمور والمواصفات اللي توفاها الله ديت كانت قاعدة وقالت أنا عايزة أبيضاني قتالة بنت أبيضاني طب أنت سهمرة يعني جيلك واحد مثلا أمحاوي عايزة أبيض قتالي لا أنا عايزة أبيض أحمر كده محمر وعايزة أحمل القرآن وعايزة أروش أنا عايزة أخ ملتزم برضو بس روش كده يعني مثلا يلبس لي تشيرت أحمر عادي يلبس لي مش عايق بيتكلم كده يعني وبيهزر وديني صحيني الفجر بقى والحاجات اللي أنت عارفة والله 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 هذا حصل بنفس المواصفات واحدة تانية طالت أنا عايزة تقول لك الأخ الملتزم القرآن الرباني زول عربية قالت لي أزول عربية اللي أهله طيبين أو مش موجودين ويجيني ويشوفني كده أستشفى شافة قالوا ما نعايز دي زول عربية زول عربية ندعو على الله سبحانه وتعالى يعني طلبنا كله لو الإنس والجن اجتمعت يطلبوا من الله سبحانه وتعالى وأعطاهم كلهم مرة واحدة لن ينقص من عطاء ربنا ولا ملك ربنا ولا سعة ربنا زي الإبرة اللي ما تحطيها في البحر واتطلعيها المخيط دي نقصت من البحر حطيتي إبرة وطلعتها من البحر البحر نقص هو ده فنسأل الله سبحانه وتعالى ولا نستعظم اللي احنا بنسأله يا ربنا عايزة كذا وصفاته كذا وعايزة كذا يكون أهل يكون شكله يكون الحنون الرباني القرآن دي طيب الكريم الكريم في المشاعر وكذا وفي العطاء والحاجات دي ادعو بالحاجات دي يا دعو الله سبحانه وتعالى وما تنسيش دعاء سيدنا موسى وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجبرك وتتصل تقولي الحمد لله ربنا جبر بخطري